منطقة ريفية تفتقر لبسة مقاومة الحياة فقر خصصة وحرمانة وفقهم وزيعة فقدان لبناء عائلات من معتمدية جلمة تابعة الولاية سيدي بوزيدة فقدت سبعة من أولادها في جلسة خمرية بعد استهلاك طوارس تحتوي على كحول الميتانول السامة الميتانول أصنهية مادة خطيرة جدا ومادة الميتانول تتحول للدم بعد نصف ساعة ولكن بعد عشرة أو خمس ساعة تتحول المادة هذه عن طريق الكبد إلى مادة سامة هو نسموه لرسيد فورميك اللي هو مادة حصانية حارقة معناها تدمر الخلايا الكبد وخلايا العصابية خاصان هي تتنس معناها العصاب اللي تحكم في البصر والعصاب والنفرون معناها الخلايا المسؤولة على الموجودة في الكلاه في الكلاه من المين جرع عنه ومعناها فشل كبيدي وفشل كلاوي حاد عائلة الشيحاوية فقدت ثلاثة من أبنئها في نفس الحاثة فجعة كبيرة وصدمة أكبر خلاهم يسربوا خاطر هو كري يحس روحوا كأنوا يعيش في الغربة يجيني بالصدفة ما يلقاش حتى بالشير كباش يجين كي يلقى يخدم شوي يجي يفكر أناي فكر أناي واللي يأخذوا هالقوارس هذي يأخذوا بيدونين ثلاثة يجو باشي يقعدوا بيهم مع بعضهم هكا الساعة والساعتين هذي كمعناها كي يقعدوا مع بعضهم يحس روحوا كأنوا معايشين في الغربة كأنوا معايشين في الغربة ويتقابلوا كاللحظة ذيك يراني حابسة بالباحة حتى الكلام مش لي مناج منتكال يراني حابسة طول إلى أقصى حد إلى أقصى درجة هاكم تشوفو لي زود عزيب ويحد بمرته هذي اللي خلوا لي هذون على العزيب هاكم خدمة ضايع خدمة ضايع وما كيفة وخدمة ضايع مرة تقياه يصور نهار ومرة عشرة متى بس خدمة حزيب خدمة حزيب عندهم مش حد توظيمة خدمت هنا هذي كانوا نقلع في شوية حالفة هذي كانوا نقلع في شوية حالفة يقول الله يكون نقول لكم محمد إلا ظهري جربت من الحالفة ويدايا إلا عيدايا عفتها وحياتي عفتها وحياتي عفتها تعطي الأولاد متى لهم هالمرحمة هذو خمثي ولا لا يشوفوا لوك الوضعية كيفاش همهم ككاكا وفي شاش الحالة ككاكا هذاك ثلاثين سناء وهذاك أربعين سناء وهذاك خمسة وعشرين سناء يشوفوا الله الوضع كيفاش هذي يوم هم المعيشتهم كان صورنا حاجة يأكلوا منها شوي كذا متعودين يسربوا متعودين يسربوا من الهم والميزيري وواحد على واحد يقعد يلطق في راسه إذا كان خدمه نهار واثنين ما يلقاش حق باق ودخان باش يشريش إخي هو ما كي يمشوا ثلاثة ولا أربعة ويقعدوا عندي شهر ولا اثنين ولا ذالي قسم لهنا وما يفضلوش خي ما عندهمش ماكلة ما عندهمش شراب كم العباد ما عندهمش حاجة يضطرفوا فيها ما عندهمش ما يلبسوا ما عندوش ما يفرش يشوف انداد ويشوف جيران ويشوف كذا هذي كل تحرك في الجيش لو كان مش مجمعه هذا ما جيرانه هم اللي قدوا كل شي هم اللي جابوا الماء هم اللي شروا لك فينا هم اللي شروا القضية هم النجم نقول لك أنا البشر هني قدامك تسهل في يا أخي العزيز باش ما نكذبش عليك كننجم نقول لك هاش لا ليك نشوفهم من لمهم ككاك ونخليهم فيك ونخليهم فيك جاع ربما تقولهم الكليب بما قال لانجم نهز لا عندي باش نكري لا عندي باش نجيب خي باش نكذب على بعضانا تجيحش بهائي ما عنديش مش نقول شنون مش نتصرف فيه هنا من مساوى لقدار انه نفس المكان المهجور اللي جمع الضحايا في حادثة التسمم هو نفس المكان اللي تغسلت فيه الجثث قبل ما يتم دفنها إنسان كان نحى حجرة مش بله وباحه تعشى ويلا شو نحى شوي حلفه وباحه سينو راهو يموت بالشر يموت بالشر هو نقمة للوضع اللي يعايش فيه الوضع اللي هو يعايش فيه خليه باش ينقم على نفسه تجبر بالسيف باش إنو يعمل شي هذك شباب يحاول يهرب من الوقع السعيب باستهلاك مواد مخدرة غالبا ما تكون سهمة لكن المرة هذي الهروب كان أبدي ودون رجعة اشتركوا في القناة